اليوم الأربعة 8 أبير 2013 كان يوماً دامياً في المرشي القريب من القيسرية الحيل المحمدي في كازا روح طاحت محشي 12 دينار وذلك في نزاع ما بين واحد من موالي الحوت اللي كان يتم في السوق الشعبي ما بين العساس أو بالأحرى واحد السيد كيبريكولي كينقيل الناس الحوت بمقابل واحد ما شاء الله قباره والثاني تشد وهذا يمشي اللي حبسي تدفن في حياته لاحوله على قواته اللي بالله طحية عزيز عساس جديد في المرشي اللي الله والله تماك يعود عليه الناس بلي كان رجل طيب ويحترم رسوله قبل الناس وكان عساس في بلاس واحد اخر قبل ما يجي أو بالأحرى كان عساس بلاس واحد اخر قبل ما يجي لتمك السيد مات متأثر بجروح بريقة تصاب بها خاصة في الكرس ديالو فراصوف عنقو تصاب بنزيف دموي قاتل وجودت ديالو لها دبافلا مورك في المشتشفى في انتظار تشريح ديالها من طرف الطبيب الشرعي بناء طبعا للتعليمات الوكيل اللي عم كذا لآمر ايضا بالبحث والتحقيق في ظروف وحيتيات وأسباب هاد الجريمة لما يعرف السبب ديالها غيره مبجوش المرحوم والجاني والله طبعا لكن غديكشفها البحث اللي بشرته الشرطة القضائية لبيجي اللي شتات ملحوط بعد مدة قصيرة شتاته في انساكن في واحد الحي في كذا الحركة انت عادية الحركة في معات نص ديالنهار شي كي يشري شي كي بيه شي كي غوط في محاولة باش يستقطب الزبناء هاد السمفونية تقريبا معتادة ومألوفة وكتكون في السويقات في المرشيات الغوات تبراح لكن هاد السمفونية تبراح وهاد الغوات ما منعش باش الناس اللي كانوا تماك المتسوقين والترجار يسمعوا يسمعوا الغوات حدا واحد من الحوت ويمشيوا كي يجلوا باش يعرفوا شنو واقع جميع تصدم اللي شافوا الاعساج جديد طايح والدم سيحملنه كان مضروب في فراسو في عنقو في كرشو كان طايح مره فوس الدم منظر في الحقيقة قيب الكلمة في قلبه ورحمه والله يرحمه واسبر الأفراد العائلين باش نكون معاكم واضح الأسباب لهذا النزاع وهذا الجريمة ما عارفين هاش تحد ما عارفها لحد الان يقدر يكون سؤتفهم بسيط جدا مبيناتهم وما غادش نعطيكم بشي رواية تكون ماشي صحيحة ونستكد عليكم سأكتفي بما تم تداوله حول شنو قع بالضبط وشنو هي الأسباب المحتملاء لهذا الجريمة ما تم تداوله وأن العساس دي المرشي أمو الحوت بنزع ووقع بيناتهم شي شجار ونقاش بدأ بنقير والثلاثون والسبان والعائل والدين قبل ما يتطور لك الشباك ويسي للدم ويموت الضحية وهذا شيء وقعه ستنهار عشي 12 قريبان كيقول والله أعلم كان كش كش يعني في حاله السيريا وكان مسلح بواحد الموس وديك الموس كي يستعملوا بش يحلوا وينقي الحوت وبيه باش ضرب ضحية للعنق ولكرس دياله كيقول والله أعلم من شديد باللي دابزوا على التنقية ديال الحوت حيث العساس كي بريكوليد مرة مرة باش يجي من السيرف ينقل الناس للحوت ويخلصه وكهي اللي كيقول كان أسباب واحدة أخرى وباللي سبق ليهم تنقشوا من قبل الأسباب مجهولة وباللي اليوم شخدت الأعصاب ما بيناتهم بتوحد فيهم ما استطاع باش يتحكم في الأعصاب دياله ولا يديرها فتلاجة للأسف الشديد وغاديش نصبقوا لأحداث خليوا البوليس يديروا خدمتهم لاب يجي منكبع البحث في القضية كتسمع الجاني والشهود وأكيد غادي وصلوا للأسباب والحياتيات والضروف اللي دفعات بل الحوت باش يقتل العساس بديك السوق الشعبي بالحي المحمدي وبديك الطريق الباش يعلي خلفات حصرة كبيرة وسط الناس ووسط كل واحد تسمع بيها في انتظار ما تنقاش على الحقيقة تمكنت المصالح الأمنية بكازا باش تشد لمتهم وذلك في طرف قياسي وجيز بعد ما فر من مسرح الجريمة مباشرة بعد الارتكاب دياله وبعد ما شف الضحية طايح والتم سيل منه تبراف الضيافة لاب يجي يحققوا معاه يسمعوا له في محضار وبعد غدر جمعه غادي يحيلوه على الوكي اللعب محكمة السيناء في كازا باش يتخذوا حقوا الإجراء القانوني اللازم على ضوء البحث لجراتوا لاب يجي واش غادي تابعوا بقاتل العب مع سابق الإسراء والترصود أو بالضرب رجاح المفضي إلى الموت أو بالضرب رجاح المفضي إلى الموت دنونية إحدائته وكل اللعب محده هو اللي عنده الصلاحية القانونية باش يكيف نوعية ديال المتابعة أو يحيلوا على قضية تحقق إن اقتضى الأمر ذلك أو كان في القضية غمض الجاني الجاني يشدوه البوليس في حال تقتل في نساكن جابوه لمركز الشرطة باش يبحثوا معاه والجريمة الصنفرات كل المصالح الأمنية وخلفات ردود فعل غاضبة كما قلت وقوية وهاتش اللي بان حتى ماشي غير واقعيان حتى في موقع التواصل الاجتماعي وبالفعل كان واحد تفاعل كبير مع كل تدوينة أو خبر منشور بشأن هذه الجريمة كل شيء يحاول يقلاحه لو لا قوة إلا بالله ويدعو للمرحوم بالرحمة ويثني على طيبوبته وخلقه وبعض من المتفاعلين أشاروا إلى أن هذا المرشي سبق له يشهد أو يشهد من الحين إلى آخر لذا عداميك تطور للأسف الشديد إلى جرائم قتل وذكروا بوحد جريمة وقعاتي الله هذي شيء أسابيع وهي من اللي قتل واحد الولد سيكتور هذي الولد سيكتور قتل الشيفور ديال الطاكسي هذي القيسرية والله هذي بالنادم والله هذي نحتي يدينك ما يقوله هذا ما كان من المعلومات بخصوص هذي الجريمة الباشي عاونت من الكون وفيت بالمطلوب وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول رحمة الله على عزيز والصبر والسلوان لكل أفراد العائلة دياله والله يهدينا حتى يدينا في الدوم أما تشي اللي كان عيشوه صراحة كان يخلع ما كيش النهر اللي يدوز بلا ما تسمع فيه شي جريمة تقتل أو روح طاحت وربما أكتر بحالي لحنا في شي حرب مفتوحة والأسباب ما نعرفها لنا ولا أنتا ولا غيرنا يقدر تكون قلة تربية يقدر تكون الزيغة وغيرية بالاحترام يقدر يكون تفرعي يقدر تكون المشاكل الشخصية يقدر يكون أن النفسية بنهادة مهتزة وعلى أقل الحاجة كي يشعل ويقدر تكون المشاكل الشيماعية والاقتصادية والفقر والبيطالة وزيد ومهما تعدت الأسباب ديال القتل فإن إزهاق روح تحد ما عنده الحق باش يقتل واحد أخر مهما كانت الأسباب واحد أحد ما عنده الحق باش يجهد الحق باش يجهد الحق باش يجهد واحد أخر في الحياة الحياة أقدس حقوق الإنسان الكونية ولا حلو ولا قوة إلا بالله العالي العظيم نتمنى صراحة باش تكونوا كتيرين في التفاعل مع هاد الفيديو نتمنى باش نكون دائما كنقدم لكم محتويات من اللي كتقلبوا عليها باش نكون عند الحسن الضن ديالكم وللي حسمنا نتمنى باش تكونوا كتيرين وترجع يرجع للقناة القناة موروكم كريم تيفي جريم ويرجع هذه الإشعار القديم لأنه فقدت جزء كبير منه بحكم واحد توقوف كان تراري في فسالات سابقة حاولوا باش نعطود فعل للقناة وأنتم مشكرون وإلى فيديو واحد آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة